بسم الله الرحمن الرحين السلام عليكم الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على المدوء احدتك بس. طبعا احنا كلمنا عن المدوء قبل كده وفي كل الماركتيرس تقليم بن استطيع ما هوIE مioso بس النهاردة شوية عاوز اشرح بلتفصيل نموزج الماركتيرس بتاعتك ال بس. ونموزج ال ميكز بتاع الآخر ال trasferionable. فقضية الماركتينج ميكس هي ممكن تطول معنا شوية عشان تباصيل لان هي الصنعة والاحتراف بتاع الدجتال ماركتير هو اللي بيفرق ما بين شركة لشركة وما بين دجتال ماركتير للدجتال ماركتير ترامزك تاخد بالك من زي ما يقوله كده الحبكة الدرامية الدجتال ماركتير بيفكر فيها ازاي؟ step by step و trick by trick وخلينا ناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض الماركتينج ميكس احنا قولنا زي ما قولنا الترديشنال ماركتينج عبارة عن 4Bs 4 حاجات بيبقى بحرف P والدجتال ماركتينج زوده على الاربع حاجات دول 3 حاجات تانية مهمين جدا عشان الناس تكتسب الثقة خلي بالك معيار مهم جدا عن الدجتال ماركتينج لان الانسان العميل ده ما فيش قدامه حاجة فيزيكل كله حاجة اونلاين فاصبح ان اهم تحدي موجود في الدجتال ماركتينج ان انت تدي للعميل ده خصوصية معينة دي اد فاليو مش موجودة عند الترديشنال ماركتينج يعني في الترديشنال ماركتينج انت بتخطي سي مثلا منتج ايا كان المنتج انت بتستهدف شريحة كبيرا من الناس ممكن تكون كلهم مجتمعين هنا فبيسموها سيجمينتشن انما احنا عندنا في الدجتال ماركتينج عندنا حاجة اسمها بيرسونا يعني انت بتستهدف مش الشريحة التسويقية بتستهدف الشخصيات اللي فيها الصفات دي اي نعم الشخصيات دي عددها كبير جدا لان الموضوع اكبر بكتير جدا من الترديشنال ماركتينج يعني انت في الترديشنال ماركتينج انت ممكن تستهدف مدينة واحدة زي الرياض لا انت ممكن تستهدف حي واحد داخل مدينة الرياض بمبيعات معينة في منتج معين وحي تاني في منتج معين بشكل معين في دبي نفس القصة دبي عشان فيه جالية كبيرة جدا جالية هندية مثلا فانت فيه احياء معينة بتستهدف فيها التجارة للمنتجات الهندية فقط زي البهارات والاكل الهندي والبراطة والكرك والحاجات بتاعت المنتجات الهندية دي جالية كبيرة جدا يعني قد تتجاوز خمسين في المية من الجاليات في الامارات عموما يعني طيب تيجي مثلا فيه اماكن معينة في الشارقة مثلا بتستهدف الحاجات الاسلامية اكتر طبيعة الناس اللي بيعودوا هناك ناس مهذبين محترمين عائلات مالهمش في الصهر وكده الا الشباب اللي هو بيبعدين لوحدهم برضو فالقصة هنا ايه انت بتتكلم في كوميونيتي مختلف فانت هنا ده بيسموت ردشتال ماركتينج كل مكان وليه خصوصية خاصة بيه بيسموت ردشتال ماركتينج الموضوع مختلف شوية الموضوع بيختلف لان انت بتستهدف الاشخاص ممكن تستهدف خمسين الف شخص من الشارقة وعشرين الف شخص من دبي وخمس الف شخص من ابو ظبي وثلاث تلاف شخص من الرياض المشكلة هتواجهك في الدشتال ماركتين قضية الدليفري قضية التسليم وعشان كده شركات الشحن البزنس باحة دلاتي فوق الوصف ممتاز جدا طيب انا ندخل بقى بسم الله الرحمن الرحيم طيب الفور بيز زي ما قلنا الفور بيز عبارة زي ما بقوله اربع استراتيجيات ا او اربع كونسب ده اللي هو الترديشنل ماركتينج فاصبح ان انا عندي هنا حاجة مهمة جدا بيسموها البرايس والبرودكت والبروموشن والبلايس فالاربع حاجات دول كل واحدة فيهم هنتكلم عليها بالتفصيل ازا اجزامبل هنتكلم عليها بهدوء كده وحنشوف القضية ماشية ازاي فانت عندك تارجت التارجت ده بيستهدف انك بتحدد له برايس مناسب اه برودكت مناسب بروموشن مناسب والبلايس مناسب فلو سمحت عاوزك تتحرر من قضية ان البرايس هو الفارق السعري او فارق الهام جدا في قضية تحقيق المبيعات في 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 البيزنس بواجه نعم اي نعم الكلام ممكن يكون متحقق شوية في ترديشنل ماركتينج طب ليه لان انت لما تيجي تستهدف شريحة اه سعرية معينة في مكان معين يعني هنفترض في مدينة الرياض انت عارف ان انت موجود في في ماركت معين في حي معين الحي ده انت بتعرض دافس المنتج والمحل اللي جنبك ممكن يكون بيعرض نفس المنتج فسهل جدا العميل انه يطلع من عندك يروح يشوف السعر هناك كام وهنا كام وهكذا انما في الفضاء الشاسع بتاع الانترنت بيبقى من الصعوبة بمكان ان انت تدور على المنتج ده اه وخصوصا لو منتج لسه جديد تمام اي نعم ممكن تدور فيه على امازون مثلا ممكن تدور فيه على نون ممكن تدور فيه على سوق ايام مكانت موجودة زمانية ممكن تدور فيه على جملة اللي هي الماركتات الكبيرة جدا ولكن حتى الماركتات الكبيرة بيبقى فيه تغير في الس سعر داخل المول نفسه يعني داخل امازون نفسها هتلاقي نفس المنتج موجود معروض باكتر من بروفايدر اكتر من سبلاير ده كل واحد بيعرضه بشكل معين بمواصفات معينة ممكن واحد بيعرض لك ضمان ممكن واحد بيعرض لك شحن مجاني والتاني ما بيعرضش ممكن واحد بيعرض لك المنتج شكل المنتج بس ده جاي من الصين وده جاي من اليابان ده ممكن فا انت مهم جدا تبقى عينك في راسك زي ان بيقوله تمام طيب اه فبالنسبة لفور بيز في الترديشنال ماركتين احنا اهم ح احنا بركز عليها عبارة عن ايه? اه قال لك ان هما زي ما قلنا والبروموشن والبرايس اه والبليس طيب اهم واحدة فيهم طبعا ما لهمش اهم واحدة هما سايكل اللي اربع مهمين مع بعض فانت بتحدد بناء على طيب بتحدد بناء على ايه بناء على الترجط انا مستهدفي ان انا حق ارباح سي عشرة مليون اه ريال او عشرة مليون دولار في السنة طيب العشرة مليون دولار دول انا عندي اه الحامشة الربح بالنسبة للمنتج اي اه مسلا سي عشرة دولار يبقى العشرة مليون دول معناها ان انا محتاج اديع مليون قطعة من المنتج ايه طبعا عندي المنتج ايه والمنتج بي والمنتج سيه فببدأ اوزع الترجطنج بوزع بناء على فالمنتج ايه ده عندي منه مئة الف قطعة فلما اجي اكسب منه عشرة دولار فكده ادي مليون كده انا فضلي تسعة مليون في البودجت فبتتحسب الحزبية كده تمام? فبتوصل للاخر المنتج ده انا محتاج منه ابيع كم قطعة في المكان الفلاني وهكذا الدنيا بتمشي على شكل تري على شكل شجرة من الاكبر للأقل ودي قصة في التسعير وفي القضية والتوزيع ودي اللي اقرب لها جدا بيبقى القسم المبيعات ليش قسم التسويق انت قسم التسويق بتطلب من المبيعات انت عاوز تبيعها هنا قد ايه فبيبدأ يشوف الكمبين بتاعه اللي هعمله قد ايه ده في الترديشنل ماركتينج ديشتر ماركتينج موضوع شوية مختلف لان الدشتر ماركتينج بيبقى لو ناجح لو الراجل بتاع الدشتر ماركتينج ناجح بيبقى اشد عقوبة للناس بعمل مبيعات ليه? لانه ممكن لو د شغله صح بنسبة مش هقول مية في مية والله لو عملت شغله صح بنسبة تربعين في المية بس انت مش متخيل حجم الازعاج اللي فريق المبيعات ممكن يشوفه وحجم الانهيار اللي ممكن يشوفه لان انت بدل ما تخلي فيه ميت مكالمة جم فجأة تقدر تخليهم عشر تلاف مكالمة مجرد انك تعمل اعلان صح فاتخيل بقى لو عندك فريق كول سنتر بيتلقى ميت مكالمة والفول كباست بتاعته ومتين مكالمة هيعيش كده لطيف يعني في كل عشر ده يجي له مكالمتين ده كده الدنيا زي الفول تمام فاتخيل بقى انت هو نفس الميت فريق دول ميت فارد دول فجأة جالهم عشر تلاف مكالمة في نفس الوقت هيعملوا ايه هيسرخوا طبعا طبعا طب ورجل بتاع التسويح يبقعد بعيد مبسوط وفرحان لان شغله نجح ورجل بتاع مبيعات هو اللي بيبوز البزنس تمام فعندك البرودكت والبروموشن والبليس والبرايس هنكلم عليهم دلوقتي ده نبوزك مثلا واحدة واحدة كده خلينا ناخد التفسيرات بتاعته البرودكت بيسموه ايه يعني طبعا هي موجود باي انجليش لان هو هو تكست بوك بيشرحها كده بس ايه انا حبيتها ترجمها فحترجمه على حضراتك واحدة واحدة تمام ولكن خلاها نستعرض بشكل اجمالي بيسموها ايه ايه لازم تجاوب هل البرودكت ده هل فيه ديماند ولا لا يعني هل المنتج ده مطلوب اصلا في المنطقة دي ولا لا طيب لو مش مطلوب هتعمل ايه هل هتبدأ تعمله يعني بروموشن وهو اصلا مش مطلوب بنتا في مهم جدا انك تخليه مطلوب ودي من اهم النقاط بتاعت الماركتير بوجه نعم سو او طبعا هي في الدجتر بتبقى عالية جدا ومهمة للغاية اه احنا بنسميها بيسموها ولكن خليها ندخل في التفصيل المنتج بقى فاول اسئلة هو تلات اسئلة هم تمام اه اول حاجة هل هناك طلب على المنتج او الخدمة هل المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها دي عليها طلب ولا لا يعني ليها شريحة طلبها ولا لا طب لو ما لها الشريحة هتعمل ايه لازم تجنريت لازم تخترق حاجة معينة تخترح حاجة معينة الحاجة دي او فكرة معينة او او استخدام معين للمنتج بتاعك تبدأ تفكر ايه اللي هي حصلة يعني اديكم مساء صويا القصة اللي بنيد اكتر بتبقى بينة مع الناس بتوع السيلز برسون بتاع السيلز فورسون ممكن الكلام ده انا شرحته قبل كده في كورس المبيعات في كورس المبيعات كنا بنتكلم على قضية ان انت عندك انت كمندوب بيع عندك تحدي مهم جدا ان انت ممكن تبقى داخل بداية على بلان معينة انت مذكرها ومستعد ليها وفجأة تدخل تلاقي العميل بتاعك ما عندوش كل الاحتياجات اللي انت متوقحها المنتج بنسباله لا يشكل اي اهمية على الاطلاق احترافك ان ان انت تختاري حاجة جديدة تتوافق مع هذا العميل ويكون عنده احتياج شديد جدا ودي قصة اللي تكلمنا عليها في البينيفت والفيتشور برضو في كورس المبيعات الفرق بين الفايدة والخاصية في اي منتج فمثلا وكاننا شرحنا القصة دي حابب اقولها دلوقتي تاني القصة بتاعت كان في شركة مبيعات كبيرة جدا وكانوا عايزين مندوب مبيعات واحد مندوب ده كان السلري بتاعه عالي جدا الراتب بتاعه كان قوي جدا فكان حلم كل مندوبين المبيعات في المنطقة انهما ياخدوا الوظيفة المهم بعد المنافسات الشديدة فضل بقي تلات منافسين تلات منافسين ودول اللي حيقابلوا الناشنال سيز مانجر اللي هو رئيس قسم المبيعات الوطنية زي ما بقوله في الشركة الراجل جي اول ما قعد قعد معهم خمس دقيقة تلاتة موجودين وزع على كل واحد مشت خشب يمكن قصة دي في ناس كتير عارفها مشت خشب مشت بسيط كده زي السيدات بيستخدموه في حجم كف اليد تمام وزع عليهم قال لهم دي عينة كل واحد فيكو حيتفتح له زي ما بيقوله كده كوتا في المخازل انت من حقك تاخد من قطعة لحد عشر تلاف قطعة او لحد خمسين الف قطعة حسب المبيعات اللي هتقدر تبيبها ولكن العميل الوحيد اللي انت تتعاملوا معاه هم كانوا عدد من الكهان البوذيين موجودين على الجبال دي عدد الكهان البوذيين دول تقريبا عددهم اجمالا كلهم عشر تلاف شخص فروخوا حولوا تبيعوا المنتج ده ليهم اللي هو المشت الخشب فجي اول واحد راح وقعد يلف عليهم واحد 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 وللأسف شديد رجع بعد ثلاثة ايام قال له انا مقدرتش بيع المشت واحد بس لواحد كاهن بوذي للأسف عنده يعني كان عنده حساسية في راسه فانا اقنعته انه ياخد المشت ويحك بيه راسه بدل ما يعني ايه يهرش بايده يعني فبعت المشت واحد فرجع التاني بعد الثلاثة ايام برضه رجع وقال انا قدرت بيع اكتر من عشر امشاط بيعتيهم ازاي انا بعتهم اقنعت مجموعة من الكاهنة البوذيين اللي عندهم كلاب انه ياخد المشت عشان يمشط بيه الكلب بتاعه تمام فالتالت قال له انا بعت اكتر من عشر تلاف مشت قال له انت بعته ازاي قال له انا رحت للكاهنة البوذي فاكتشفت ان الكاهنة كلهم طبعا حلقين شعرهم ما عندهمش شعر فانا حسيت ان انا مش هعرف ابيعه بنفس الخاصية الاساسية بتاعته فاقترحت عليه ان احنا نبدأ نخفر نخلي فيه تاسك او نخلي فيه مهمة للكاهنة البوذيين نفسهم في وقت فراغهم ان هما يحفروا شعار المعبد على المشت نفسه ويبدأوا يوزعوا هدايا لكل الناس بيتيجي زيارات للمعبد بحيث ان هو يبقى تذكار من المعبد للناس دي ففعلا المعبد اشتري مني عشر تلاف مشت فاصبح ان انت بتتكلم في دلوقتي ايه ان هو هل هناك فيه طلب او خدمة ولا لا طلب على المنتج ولا خدمة طب لو ما فيش لازم تجريت انترنيت وفي النقطة التانية كيفية جعل المنتج روك المستهلك مهم جدا انك تقدر تقنعه بالقضية دي انك تسوق له الفكرة للدرجة انه يتبناها ويجعلها دايدان وزي نقوله ولبالعكس ده انت ممكن من خلال ان انت اخترعت مع الفكرة دي ان هو يبدأ يتصد بيك لان انت مش انت الموارد الوحيد للامشاط ولكن هو ممتن لك ان انت اللي جبت له الفكرة الرائعة دي اللي يبدأ يسوق بيها فكرته ويسوق بيها مذهبه وهكذا النقطة التالتة التغليف ودي نقطة مهمة جدا في قضية البرودكت التغليف ويشمل التصميم واللون والحجم واسماء العلامة التجارية ودي قصة نفس الفكرة اللي لعب بيها اللي هو سيلزمان الرابح وجعلهم ان هم هم يعملوا بأيديهم العلامة التجارية انا كممكن انا كراجل كسيلزمان اقترح عليهم ان انا اخد المشط وابعلكوا عليه العلامة التجارية او احفرلكوا عليه العلامة التجارية ده هيسبب لي كوست في الوقت وفي المجهود ويمبرفكشن زي ما يقولوا عدم جودة ممكن هو يرفضها وهيسبب دلي وكل حاجة فهو اقترح كمان الفكرة ان هم يعملوها تسك للكاهنة نفسهم فاصبح ان الكاهنة الكبير حاسس ان ده مجهود رائع ان كل شخص بوزي او كل متعبد في المعبد عنده اللي هم لعشر تلاف شخص كل واحد لما ياخد مشط واحد ويبدأ يحفر ويتدرب على الحفر ويقعد لمدة تلات اربعة ايام يحس ان هو لما بيدي الهدية يديها بشكل فعلا هدية مش شكل منها يعني هو بيديها بالمجهود بتعبه بانجاز وهكذا واصبح ان الاتسيلزمان كده تقريبا عنده طلبية بمعدل عشر تلاف مشط كل اسبوع دي فكرة المنتج في من وجهة نظر الترديشنال ماركتنين طبعا الموضوع بيضاير شوية عند الديشنال ماركتنين لان انت مفيش دايريكت اا تواصل مباشر بينك وبين العميل انت معندكش القدرة انك تعرس ايه دي خصوصياتك انت بتتعامل مع فعلى قد ما تقدر اللي هو المساحة العريضة من العملاء فانت بتحاول تتقمص الشخصية وخلي بالك من تلمة التقمص دي مهمة جدا بتحاول تتقمص الشخصية بتاعت العميل لأقصى درجة للدرجة انك تبدأ تفكر هو بيفكر ازاي وبيسرح ازاي وبيعيش ازاي وبياكل ازاي وبيفتح الموبايل انت وبيقفل الموبايل انت والالوان اللي ممكن يكون بيحبها ايه والتصممات اللي بيحبها ايه طب الرسومات اللي بيحبها ايه ليه عشان تبدأ تيقنعوا بكل الوسائل دي عشان يبدأ يشتري منك هذا المنتج طيب طيب المقطة التانية قضية الدعاية البروموشن عبارة عن سبع نقاط ايه هما سبع نقاط انك مهم جدا انك تعمل توعية العملاء بالمنتج لازم توصلهم المنتج وتوصلهم ان هو موجود القصة اللي كنا بكلم عليها قبل كده اللي احنا نسميها وقاطية الاورنس وعشان يوصل لك طيب التسويق والدعاية ودي تحدي كبير جدا بالنسبة للتراديشنال موركين ليه لان التسويق والدعاية للأسف لازم تبقى شخصية لازم كل عميل ياخد فلاير في ايده او يشوف الاعلام بعينيه فلكن تتخيل ان انت لو مستهدفك مئة الف قطعة لك انت لو طبعت عشرة الاف فلاير ووزعتهم امام مسجد مثلا زي ما كان بيحصل زمان انا عاوزك تتفرج على المنظر بعد صلاة الجمعة مثلا والناس طلعوا من المسجد فيها عشرة الاف شخص جوا وانت وزعت على كل واحد ورقة انت بتخيل ان الورقة ده بيوصل فين يما بيوصل في الشارع يما بيوصل في الشارع يما بيوصل في قرب بسكت بعد المسجد او بيوصل البيت بيتحط على الطاولة وتيجي الزوجة تاخده ترميه في البسكت فاصبح ان النسبة 70% او 80% او 90% من الدعاية اللي بتتوزع بتترمع طيب انت ممكن تقدم كوبونات خاص والكوبونات الخاص من الاسف شديد بقت مستهلكة للدرجة ان بقت غالبيت الناس عارفين ان الكوبونات دي كوبونات وهمية ان هم عارفين ان انت حتى في التخفضات هم عارفين ان هم بيعلوا السعر قبل التخفضات بيو وفلما ينزلوا ممكن السعر يبقى زيادة اكتر يعني المنتج ده سعره 100 ريال او 100 ريال قبل الخاص قبل الموسم يعني فجأة قبل الموسم بيوم سعر المنتج ده يبقى 120 وبعد كده يعملوا عليه خاص 15% فينزل ل 105 فليه لان الخامسة دولار دول او خامسة ريال دول بيحملك تكلفة المنبوعات والاعلانات وهكذا فاصبح ان هو اصلا كده كده بيبيع بنفس المنتج ونفس الطيمة في وقت كتير جدا بتحصل للدرجة ان الحكومات في الخليج مثلا بدأت تعمل في البلديات قسم مراقبة الاعلانات عشان يتأكدوا ان الكلام ده ما بيحصفش السيناريو اللي احنا بكلم عليه ده معنى ايه انه طالما هم عايزين يتأكدوا معنى كده ان فيه فعلا فيه شكاوة كتير جدا من الناس اكتشفوها وان ده بقى يعني ده بقى حاجة غالبة عند كل الماركتات طيب الخصومات انك بتعمل خاص على نفس السعر فجأة كده ان انا عندي السكتور ده او المنتج ده عليه خاص خاص متكامل او خاص ما همستشار في المية على كل الناس المبيعات نفس القصة بتبدأ تعمل دعاية للمبيعات بتقدم هدايا مجانية بتحاول تعمل شهرة اعلامية طبعا دلوقتي في الانفلونسرز والكلام من ده كله فالكلام ده كله بيفرق طبعا هنحنكلم عن موضوع التفصيل ان شاء الله طيب المكان في الانفلونسر طبعا المكان هنا عندنا عنصر حيوي جدا لان التوزيع هو ايصال المنتج المناسب الى المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالكمية المناسبة وفي الحالة المناسبة انت بتخيل كم حالة مناسبة انت عندك كم عيار هنا عشان ينجح عشان كده قضية المكان جات فكرة زي كارفور وباندا وكل الهايبرات الكبيرة دي عشان تحل مشكلة المكان ان انت بيبقى عندك مخازن وموجودة على رفوف فالعميل هو اللي يجي بنفسه ياخد الحاجات ويحطها عنده في البسكت وهي كذا ليه عشان يحلوا مشكلة الدليبري عشان يحلوا مشكلة التوصيل فجات الفكرة بتاعت الهايبر ماركت وهكذا النقطة التانية قضية التخزين لان انت برضو خلي بالا فلان في ادوات ممكن تفسد بالحرارة او مثلا اشياء تفسد بالحرارة زي الخضروات والمجمدات والعصائر وهكذا فانت اصمح ان عندك مشكلة واختصاصات مهمة جدا في التخزين نفس القصة بالنسبة للشاشات او العبوات اللي ما بتستحملش تخزين اكتر من خمس كاراتين فوق بعض شاشات التلفزيون اللي محتاجة رعاية خاصة عشان ما تتكسرش كل الكلام ده مستلزمات خاصة بالتخزين فكل دي بتبقى مهام مزعجة جدا لقصة التسويق التقليدي التعزمان مواصفات المخازن النقل كل الكلام ده كلمنا عنه طيب اخر حاجة قضية التسعير ايه المبلغ الذي قد يوافق عليه العملاء في دفعه وهنا بتفرق كتير جدا في قضية التراديشنال ماركري لان انت كعميل حنفترض ان انت بتستهدف انك تبيع شيء حنفترض شاشة التلفزيون للسيارة شاشة ينفع تركبها كأكسيسوري داخل السيارة فانت لما تيجي حنفترض انت بتوجه اعلانك للسيارات اللي هي البيكوب السيارة البيكوب سيارة بتاعت في الغالب يا اما الوركرز يا اما الناس اللي بتحب تطلع فين في البر طيب كما تيجي تحط له فكرة اعلان انك انت حدية شاشة التلفزيون داخل السيارة البيكوب لازل تبع عارف ان اهم حاجة في شاشة البيكوب دي في الشاشة اللي ينفع تتركب سيارة البيكوب ان تكون مصممة عشان منع الاهتزاز لان البيكوب هي اصلا بتمشي في المناطق الوعرة فطول النهار والليل اعمالها تقبط وتترزع فممكن تتخلع بسهولة وكسر بسهولة طيب النقطة التانية ان انت مهم جدا انك تبع عارف ان البيكوب دي لما تطلع في الصحراء الشاشة يعني هتشغلها ازاي ارضي هتوصلها بالبطارية بس هي الشاشة اصلا لو فيها ميزة ان هي بتلقط مسلا ارسال تلفزيوني مسلا من الشبكات الارضية فانت ده معنى ان هي مش هينفع تشتغل طيب مسلا انا بدي امثلة طيب السيارة البيكوب الطبيعي اللي بيركب فيها عمال هل الشاشة هتبقى مميزة بالنسبة للعمال طيب هل التكلفة او القدرة المالية للصاحب السيارة البيكوب ده هل ان هو يقدر يتحمل تكلفة الشاشة طيب فكل ده مهم جدا للتسعير لانك استهدفت العملاء اللي هم عندهم سيارة البيكوب طيب لو عندك الشاشة دي وفعلا جودة عالية جدا وليها ترند وليها اسم هنفترض شركات كبيرة زي سوني او او اي اسم من الشركات التكنولوجي العالية وتيجي تستهدف العملاء بتوع الليجزيس مثلا او العملاء بتوع السيارات المرسيديس او البي ام طبعا المرسيديس بيم بينزل بتاعها ولكن انا بتكلم في المرحلة الوسيطة اللي هي قضية الايه السيارات الفارهة قد تكون سيارة كلاسيك سيارة كلاسيك يعني مرخصة كلاسيك هي زيارة غالية جدا وقديمة جدا فصاحبه عاوز يقدم عليها فأنت مهم جدا لما تيجي تعرض على العملاء ما يفعش تقوله ان سعرها ميت ريال لان فعلا لو ميت ريال ممكن ما يشتريهاش انما انت لو قلت له سعرها ستميت ريال ممكن يشتريها ممكن تقوله سعرها الف ريال ممكن يشتريها لان السيارة بتاعته تمانها ميت الف فهم الفكرة ان القصة مهم جدا انك تحدد تشعير بناء على المبلغ لازم يوافق عليها العملاء فلازم تحدد العملاء بتوعك صح هل السعر التنفسي مع المنتجات الاخرى او لا لا المنتجات الاخرى قد يكون نفس المنتج يعني ايه الماركتيرز المميزين جدا ممكن يبيع نفس المنتج لشخص تاني في نفس المنطقة ولكن بسعر البعض والعمل التاني بسعيد جدا نفتر منه ازاي دي مش قضياتنا هتكلم عليها بعدين طيب هل يمكن للشركة تحقيق ربح هل يمكن للشركة تحقيق ربح من المبلغ بتاع التسعير ده طب حجم الربح ده حيضط تكاليف ويجيب مارجين كويس ويقلل لي فارق الفجوة المستهدفة يعني انا مستهدف يجيب عشرة مليون ريال ارباح في السنة مثلا طيب او عشرة مليون مثلا درهم في السنة عشرة مليون ديال قطري في السنة عشرة مليون جنيه في السنة عشرة مليون جنيه مصري ايا كانت العملة عشرة مليون دولار طيب فحنفترض ان المنتج ده انا قدرت اعمل عليه حاجة كويسة جدا وكانبين كويس جدا والناس اقتنعت بيه وهامش ربح بتاعه مناسب طيب هل في امكانية في التسعير ان انا المنتج وقف عليها بعشرة دولار وانا مسعره ان انا ابيعه ممكن ابيعه ب 15 دولار طيب هل ممكن اضغط شوية على السعر وبدل ما هو 15 انا قدر ابيعه ب 25 لان العشرة دولار الزيادة دول هيوفرولي كبير جدا في المسافة بتاع التحقيق المستهدف ده بيسموه ويننج برودي او منتج فائز فالمنتج الفائز ده انا بجري به زي الحصان الرابح كده بجري به عشان ينفز لي باكبر هامش ربح ممكن خلال السنة بحيث ان يقللي لان انا مستهدفي في الاول في الاخر الرقم بغد نظر عن الارقام رقم ارباح بغد نظر عن رقم او عدد منتجات مباعة تمام فاحنا كده تكلمنا ببساطة على الفور بيز محتاجين نعمل الكونكلوجن الكونكلوجن ببساطة دلوقتي مطلوب من حضرتك انك تبدأ تشتغل يعني توقف الفيديو بعد السلايد دي لو سمحت وتبدأ تعمل الاتي تبدأ تحاول تعمل ماركتنج ميكس عبر ايه انك تعمل جرافيك ديزايني او ارجانيزنج لمنتج معين انت عاوزك تختار المنتج بتاعك وتبدأ تكتب هنا البرودكت مثلا البرايس البروموشن اند بليس تبدأ تحط الاربعة وتبدأ تكتبهم بالتفصيل تبدأ تكتب كل حاجة زي ما احنا كتبنا تجاوب على الاسئلة اللي موجودة في السلايدات اللي فاتت وتبدأ تشوف واحدة واحدة انت بتعمل ايه تبدأ تفكر كده المنتج بتاعك ده بيستوفي الشروط اللي احنا كتبناها دلوقتي في الفور ميكس اللي فاته ولا لا ايه اللي ناقص طب ايه الحاجات ايه الاستراتيجيات ابدأ بس كده عشان لما تيه تدخل على الدجتال ماركتنج هتكتشف ان هما زي ما قلنا مش هربعة هما السيفين بيس لازم تبدأ تركز قوة جديدة جدا عشان نبدأ ندخل للمرحلة الجاية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة وبركاته